موسيقى سلاما أترك لكم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم يعطيكم أنا لا تفطر بقلوبكم ولا ترهب متابعين الأكار المتابعي قناة القيامة نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج فتمثلوا بإيمانهم اليوم سوف نتكلم عن أديرة كربلا والنجف الجزء الثاني ضيفي من كندا هو الأستاذ رومال قية يا أهلا وسهلا بأستاذ رومال أهلا وسهلا شكرا أشكر مرة قناة القيامة لتحتم فرصة لي لتقديم هذه المعلومات للمستمعين والمشاهدين شكرا جزيلا لقبول دعوتنا أستاذنا العزيز ولجميع متابعينا من الأسبوع الماضي أو الحلقة السابقة استاذ رومال أنطعنا معلومات على 28 دير وهاليوم سنكمل أيضا لدينا مجموعة من الأديرة التي كانت موجودة في منطقة كربلا والنجف الحيرة سابقا نبدأ من أول دير اللي مختارة لنا استاذ رومال اللي هو دير كعب نتمنى نعرف بعض المعلومات على هذا الدير استاذنا العزيز دير كعب طبعا المراجع أو المصادر اليانوري جون فييه الطريحي هناك دير آخر بهذا الاسم في منطقة الشام يذكره الأصفهاني صحيفة 135-36 أما الدير الذي نحن الآن في صدر يقع على الطريق بين قطسفون والكوفة في منطقة مجاورة لمدينة الحلة الحالية التي بناها سيف الدولة بعد ذلك في سنة 1104 لقد ورد ذكر هذا الدير دير كعب في أحداث معركة القادسية والتي تسمى القادسية بلغة السورة قاديشة قاديشة وقال الدينيوري إن هزيمة العجم انتهت في القادسية أي في دير كعب كما ورد ذكر الدير أيضا في واقعة صفين وهناك مثل يقول أطول من فراسخ دير كعب وذلك إشارة إلى دير كعب كان ضاربا في البرية منقطعا عن الأنس نعم استاذ العسيز هذا الدير لحد الآن موجودة أطلالة؟ من القليل جدا من القليل جدا ننتقل إلى دير آخر دير مار أب الكبير دير مار أب الكبير طبعا إن سيرة مار أب الكبير معروفة وقد نشرها الأب بيجان بتفاصيلها ومار أب توفي سنة مئتين واثنين وخمسين ميلادية ودفنها في الحيرة وبني دير على ضريحه ويقال من بنى الدير شخص اسمه قيورة وذلك في منتصف القرن السادس الميلادي نعم دير المسالح يعتبر دير المسالح نعم من مواقع الكوفة الإدارية وهي في أرض بابل القديمة وقد ورد اسم دير المسالح أيضا في أحداث واقعة القادسية الشهيرة ويبدو أن الدير له صلة بكنيسة المدائن القريبة منه ولا يستبعد أن تكون له علاقة مع الحيرة دير ماربثيون ماربثيون يقع الدير أسفل النجف غير بعيد عن دير ابن مزعوق وإن ماربثيون معروف في تاريخ كنيسة المشرق فكان من أشراف منطقة بلشفر واعتنق المسيحية واستشهد في يوم 25 تشرين الأول سنة 446 ميلادية وقد أقيم على اسمه كنائس وديارات عديدة في صامراء وشمال بغداد وفي منطقة الحبر نعم استاذ العزيز لما نتذكر على هالأديرة فتنشوف كثير من الأديرة كانت نوعا ما قريبة واحدة من الثانية فهنا ما معنى هالقرب الدير واحد من الثاني معناتها كان أقبال كبير من الناس أنه تصير رهبان على سبيل المثال أو راهبات نعم 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 طبعا مثل ما قلنا في أول مرة المسيحية دخلت أرض العراق في القرن الأول ميلادي وأول كنيسة معروفة حاليا كنيسة كوخي الشهيرة صحيح الآن عدنا دير يزدفنة يزدفنة نعم هناك شكوك تدور حول موقع هذا الدير ويقال إن الجاثليق إبراهيم الثاني المتوفي سنة من مئة وسبعين خمسين دفنة في هذا الدير وصليبة في المجدل يقول إن الدير يقع في الحيرة التي تقع على نهر الفرات ويقال إن عظام أحد البطاريكا ألقيت في النهر في زمن الخليفة المتوكل الخليفة العباسي المتوكل نعم دير نجران نعم يوجد ديران باسم نجران ديران آخران أحدهما في اليمن والآخر في بلاد الشام نعم قريب من منطقة مدينة بصرة أما الدير الذي الآن بصدده فهو في منطقة الحيرة وقد أسسه العرب الذين نزحوا من اليمن وسموه بدير نجران تيمنا بدير نجران القديم بوطنهم الأصلي في اليمن فحينما أجل الخليفة الراشدي ابن من الخطاب في القرن السابع الميلادي مسيحي اليمن عن جزيرة العرب قدم هؤلاء المسيحيون إلى منطقة الحيرة وكان في الحيرة عرب آخرون قد كونوا مملكة شبه مستقلة استمرت في الوجود وازدهرت طوال عدة قرون إلى أن قضى كسرة الثاني الفارسي على ملكهم في الربع الأول من القرن السابع ثم جاء المسلمون وجعلوا من الكوفة مركزهم الجديد على حساب الحيرة دير الصوامع نعم دير الصوامع من الاسم معروف أنه الصومعة أو نسميها القلاية هو مسكن الراهب الناسك أو المتوحد طبعا دير الصوامع نسبة إلى الذي بناه شابور في العقولة العقولة أو نقصد فيها المدينة الكوفة وقد أمضى فيه ماروثة مترافوليت المستقبل لتكريت بعض الوقت في سنة 629 ميلادية وهناك دير آخر بهذا الاسم بس لا يعلم أين هو موجود يعني قزك بنفس المنطقة بالحيرة نعم نعم أدنا دير البردويل البردويل نعم طبعا البردويل أثر تاريخي يقع الشمال غرب شفاثة في الطريق ما بين بادية الشام والرحالية وهو بناء أثري متهدم والتشير هيئة الحاضر إلى أنه يتألف من عدة غرف وفي كل غرفة نقوش يروي مكانا لوجود كتابات كلدانية التي نقرها أو كتبها الرهبان كان يتعبد في هذا الدير راهب ويذكر طريحي صحيفة 119 أو صحيفة إنه هناك موقع آخر يبدو إنه في السابق دير يسمى لحد الآن قصور لحد اليوم قصور رهبان وهذه العبارة لا تخلو علاقة من علاقة تاريخية أن الرهبان في الحيرة كانوا يتخذون البراري الحيرية أو بادية الحيرة مواضع لسكنهم وتعبدهم أستاذ العزيز أنتك أي معلومة على معنى هذا الاسم البردويل يعني هو اسم مركب البردويل دائما يقصد إلى الشيء الضخم باللغة السورة أو الآرامية بردويل يعني يكون ضخم يقصد عليها الشيء ننتقل إلى دير حنظلة دير حنظلة هناك دير ديران باسم حنظلة دائما الأديرة يكون يعني يتكرر الأسرام وهذا الدير الذي نحن ينسب إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة ويكون تأسيس هذا الدير سنة 550 ميلادية بسهل الحيرة ويحدد صاحب المسالك موقع على مسافة فرسخ أو فرسخين شرق الحيرة ويتميز موقع الدير حسن البساتين والأجار والكروم أما الدير الآخر ينتسب إلى حنظلة بن أفراء بن النعمان وكان حنظلة من رهط أبي ربيد الطائه ومن شعراء الجاهلية وحينما تنصر طارق قومه ونزل الجذيرة وترهب في دير حتى وفاته أما موقع الدير فيقع في الجزيرة الشرق الفرات بين الدالية أسفل من رهبة مالك بن طوق ويقال إن حنظلة هذا هو صاحب القصة مع المنظر بن النعمان الرابع أي قصة تقدر تنطينا نبدأ عنها بس للتذكير نعم كان ملك الحيرة عنده يومين يوم شؤم ويوم سعد فقصده أحد أحد الضيوف فوصل إلى الملك يوم شؤم فأراد أن يقتله فمن كفله كفله حنظلة نعم فقال كيف تكفل هذا وإذا ما ما عاد فسوف أقتلوا أنتم مكانه فراحت ورسنا رأوا خيال يعني ده يقصد يقصد الملك فقال من أنت فقال أنا الشخص الذي كفلني فلان فقال لماذا جئت أنت ويعني مكفوء أنه بالموت قال لأن ديني لا يسمح أن أكذب أو أن أخون فقال ما دينك فقال أنا ديني هو المصرانية فتنصر الملك وأصبح مسيحيا آمين شكرا جزيلا أستاذ روميل على هذه القصة الجميلة والملية بالإيمان ننتقل الآن إلى دير دادي شو دادي شو المعروف عن دادي شو ما ذكره كتاب العفة دادي شو عدناح البصري العدد الثمانية الذي يقول أن أصل دادي شو من مدينة محوزة بجوار بغداد وانطلق إلى دير بيضحالي في منطقة الحيرة وتوشحها يعني توشحها لبس الأسكيم أو الزير الرهباني على يد باباي رئيس الدير ويقول الطريحي أن دادي شو هذا إنزوى في أحد الأديرة في نواحي الحيرة والذي صار فيما بعد جات ليقا لكنيسة المشرق سنة من 424 إلى سنة 456 للميلاد نعم الآن ننتقل إلى دير الزرنوق الزرنوق هناك ديران بهذا الاسم دير الزرنوق الواقع في جبل مطل على دجلة بينه وبين جزيرة ابن عمر فرسخان أما دير الزرنوق نحن الآن في صدده فهو دير بين الكوفة والقادسية وبين القادسية وبينه وذكر عمر في المجد الصفحة 20 إن دير الزرنوق شيد في عهد الجاثليق بربف شبعين سنة 360 ميلادية والمصادر التاريخية تؤكد إن الجاثليق استشهد سنة 346 ميلادية ومن الأرجح إن الدير بنية في زمن لاحق أي يمكن بعد وفاة الجاثليق دير سركيس وباكوس دير سركيس وباكوس كان هذا الدير يقع على مسافة 9 كم في جنوب الشرقي من النجف على بعد ميل واحد من القادسية وفي هذا الدير اهتدى مار عبد القديم حينما شاهد عجوبه وفي زمان الشابشتي القرن العاشر الميلادي كانت أطلال هذا الدير باسم المعاصر أو قباب أبو نوأس وربما يسعنا أن نشخص هذا الدير بدير الزرنوق أي دير الساقية ويوقعون موقعه بين الكوفة وكان الدير بأحسن موقع وكان الشاعر الكبير أبو نوأس كثير التردد إلى هذا الدير هل لديك السبب لماذا كان هذا الشعر يتردد إلى هذا الدير بالتحديد يقال أنه عندما كان يأتي للقاء الشعر في هذا الدير كان الرهبان يقدمون له الخمر المعتق الآن الآن ننتقل إلى دير الساوة 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 أو بما بعد تطور إلى اسم دير العدل نعم يقع هذا الدير خارج الحيلة وتؤول المصادر العربية اسم هذا الدير بأنواع مختلفة منها دير العدل وكان الناس يحلفون باسمه وكان الدير شاهدا ومزارا وفيه كانت تعقد عقودهم مثلا عقود الزواج القسم وإن هذا الدير نعم وإن هذا الدير منسوب إلى رجل من أيات أو منسوب إلى بني حذافة وقد يكون المصادر تقول أن اسم الدير دير ساوة ساوة أي الشيخ ساوة اللفظة الآرامية ساوة يعني الشيخ أو الكبير بالعمر الكبير بالعمر نعم ننتقل إلى دير مارة عبدي شع عبدي شع يقع دير عبدي شع على مسافة أربعة أميال الجنوب الغربي من الحيرة وتقول المصادر إنه حصلت حوادث وعجائب في هذا الدير وحسب ما يقول المريخون إن مار عبدي شع أحد أقدم الديارات في المنطقة وفي منطقة الحيرة وقد تم تأسيسه في أهد الجاتليغ في مارسا بين سنة 363 إلى سنة 371 للميلاد دير العذارة دير العذارة معلوم من هذا الاسم يعني هو دير للراهبات طبعا هناك أديرة عديدة بارطلو تكرر لتكرار للأديرة أديرة عديدة بهذا الاسم في مختلف المناطق في بلاد ما بين النهرين ويبدو إن الحيرة كان دير باسم العذارة وتروي عن القصص التي رويت عن أديرة العذارة الأخرى مفادوها إن أحد الملوك أراد أن يختار من بين بنات الدير يعني بنات العهد من يضمه إلى حرمه فأكفت الراهبات إلى الصوم والصلاة وجرت عادة صلاة الباعوثة في أديرة الحيرة في عاد اسقفها يوحن الأزرق يعني امتنعت الراهبات من الاقتران أو الزواج من الملك الذي أجبرهم على الزواج منهم نعم الآن ننتقل إلى منطقة نريد نعرف الأديرة التي كانت موجودة بها التي هي في فلك الحيرة في فلك الحيرة نعم يقال في البادية المحيطة بقصر الأخيضر في جمال الغربي من الحيرة مجموعة هامة من الأديرة نعم فكما جاء ذكرها لدى المؤرخين والبلدانيين العرب ففي هذا البقعة الواقعة جنوب الفلوجة والرمادي والتي تسميها المصادر القديمة بهيوق وباذ بهيوق وباذ العليا أما الكوفة والحيرة فتشكلان القسم الأسفل من بهيوقوبات يحدد موقع بيث حالي وعين الطمر وأرض بيرم وتجدر الإشارة إلى أن الأسر اليهودية النبيلة في منبيذيا كانت تختار نسائها في منطقة بيرم وكانت هناك عدة أدرة لكن المصادر التاريخية لا يمكن تحديد أسماؤها أو تشخيص مواقعها نعم ننتقل إلى دير اللج دير اللج طبعا يقع دير اللج في جنوب برية الحيرة قرب قرية باروك باروتا ومؤسس الدير هو الراهب بر سهده يعني ابن الشهيد بر باللغة العالمية بر يعني الابن سهده يعني ابن الشهيد نعم وتوفي ودفن في هذا الدير طبعا الراهب الذي أسسه كان يسمى أصلا دير اللج ابنة النعمان الثاني ابن المنظر سنة 500 إلى 504 للبيلات وهكذا يكون تأسيس الدير في مطلع القرن السادس وكان أحد أجمل أديرة الحيرة ووصفه ياقوت الحموي أحسن وصف وكان النعمان الثاني يذهب إليه كل يوم أحد ويوم أعياد لمشاركة المسيحيين في المهرجانات والصلوات دير مار باباي الكاتب دير مار باباي الكاتب في كتاب العفة العدد 75 معلومات نفيسة عن باباي الكاتب المدعو أيضا باباي المعري أصله من بهباقات القريبة من الحيرة وبينما كان ذاهب إلى الصيد دخلت صومعت أو قلاية ناسك وتأثر بنصائحه وترهب عنده وسكن معه جمنا طويلا ثم عاشه من زويا في قلعة التي تسمى حصة الأبيض وعلى مسافة 30 كلم في الجنوب الغربي من قزر الأخيضر الشهير أستاذ العزيز كلمت على باباي الكاتب اللي اسمه أيضا باباي المعري فإحنا أنا كاللاصل مالته أو اللقب مال المعري عنده صلة بالمعري اللي نعرفه أحنا المشهور لا 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 بس تشابه بالأسامي بس تشابه بالأسامي نعم ننتقل إلى دير الخصيب كان هذا الدير يشرف على النجف ويقع في المنطقة الغربية منها شرق الدير وقصر الخصيب باتجاه الخرنق بني هذا الدير في عهد الملك اللخمي المنظر الأول سنة 431 ميلادية إلى سنة 473 ميلادية أي في منطسة القرن الخامس واستمر الدير إلى أهد الخليفة الواثق الخليفة العباسي سنة 841 إلى سنة 146 الذي زاره مع إسحق ابن إبراهيم الموصلي إسحق الموصلي الشهير نعم أستاذ هنا تقول دير الخصيب عنده علاقة منطقة أبو الخصيب الموجودة في جنوب العراق أم أيضا تشابه بالأسامي أكيد ما عندي معلومات على هذا يتكلم عن مصادر موثوقة وتاريخية نعم ما عندي معلومات بهذا الخصوص الآن لدينا دير هند الكبرى نعم دير هند الكبرى موقع الدير يقع الدير قرب دير اللجة غير بعيد عن النجف نعم ويسمى أيضا الأقدم أو الأول أما هند الكبرى فهي ابنة الحارض بن عمرو بن حجر الملك الكندي المسمى بآكل المرار وهي زوجة الملك النعمان الثالث الذي ملك الحيرة سنة خمسمائة واربعطاعش إلى سنة خمسمائة وثلاثة وستين المعروف بابن السباء وأم عمر عمرو بن هند الذي قتل في عقل داره بالحيرة ودفن في دير أمه هناك وهي تعرف بهند الكبرى تميزا لها عن هند الصغرى أخت النعمان الرابع وهند الكبرى هي عمة الشاعر المعروف أمرو القيس والتاريخ تأسيس الدير في عهد الملك كسرة الأول سنة خمسمائة واحد ثلاثين إلى سنة خمسمائة واثنين وسبعين للميلاد دير هند الصغرى دير هند الصغرى يقع دير هند الصغرى الشمال الحيرة قرب الطريق المؤدي إلى الكوفة وينتسب الدير إلى هند الصغرى وهي بنت النعمان الثالث ابن قابوس وكانت أجبل نساء زمانها وأهلها ومن ذوات الفصاحة بالشعر وحين اختيل زيت بأمر من عمه دخلت هند يعني بعد مقتل زوجها دخلت دير للراهبات ويقال إن النعمان أبيها بنى هذا الدير لابنته زار هذا الدير شخصيات عديدة والتقوا بها منهم القادة في زمن الفتوحات الإسلامية خالت بن الوليد سعد بن أبي وقاص عندما قدم من القادسية والمغير بن شعبة القائد الشهير عند ولاية الكوفة وزياد بن أبي وزاره الحجاج بن يوسف الثقفي هند أيضا وغضب منها لأنه حدث جدال بينهما لم يرضي والي العراق الحجاج بهذا الجدال الذي واجهه من الهند أراد المغير بن شعبة أن يخطب هند الصغرى فقالت له أي فخر في اجتماع الشيخ أعور وعجوز عمياء أراد أن يخطبها فهي كراهبة بالدير رفضت هذا الأمر فردته بكلام لم يرضيه طبعا نعم ننتقل إلى دير خوداهوي 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 نعم تأسس تأسس الدير في منتصف القرن السابع في عهد جيورقيس الأول سنة ستمائة واحد ستين ميلادية وهو خلف البطريك الكبير إيشعياب الثالث الحديابي وأصل خداي من ميشان حاليا يسموها ميسان ميشان نعم طبعا قصد برية الحيرة أو بادية الحيرة ومعه الأب يزداد وسكنها في أبد الصغير وبنوا دير معره وعاشوا فترة فيه بعد ذلك شيدوا ديرا في بيت حالي وسعده ذلك الراهب صبريشوع أو بعد فيما مضى أصبح أسقف الحيرة وساعدهم بالأموال والعمال لبناء الدير نعم دير بيت حالي دير بيت حالي أعطى الدير أسماء عديدة أعطي الدير أسماء عديدة منها دير مار عبد القديم ودير بيت حالي ودير المعرني ونلاحظ المعنى المتقارب في التسمية العربية ودير الأكراح أو دير الأكواخ أو المغاور اللي يسكنها الرهبان ويحدد ياقوت الحموي موضع هذا الدير إنه على بعد سبعة فراخص على نحيرة من جهة الغرب وكانت أهمية الدير بيت حالي ينطلق إذ ينطلق منه الرهبان وإيسسون أديرة منهم الراهب مارون وسرجيس ودادي شع وكان الدير لا يزال قائما إلى سنة 1036 حسب المصادر الذي أكده هذا الخبر عن كتاب التاريخ السعردي الآن لدينا دير جامري جامري يقع الدير بالقرب من نهر حجرة في أرض بيرم ودعيت ودعيت المنطقة بعد ذلك عين نمر بالأحرى أو بالأصح عين تمر وغير بعيد عن دير اللج ومؤسس الدير عبد ابن حنيف بن وضاح المولود في منطقة في مدينة الحيرة نفسها نعم دير شمعون بن جابر دير شمعون بن جابر ويسمى قصر شمعون وهو من الآثار المسيحية القليلة التي ظلت على تسميتها طوال قرون عديدة وهذا القصر منسوب إلى شمعون بن جابر اللخمي طبعا دولة الحيرة كان يسمى دولة بن عباد أو دولة اللخميين وهو في الأصل دير قديم وشمعون الذي نانه الآن نتكلم عنه كان مطران مطران الحيرة في الربع الأخير من القرن السادس وهو من مشاهير العلماء المسيحيين في القرن السادس وهو من نصر الملك الحير النعمان الثالث ابن المنظر ذلك سنة خمسمائة أو خمسة وتسعين للميلاد ويقع هذا القصر أو الدير اليوم في الجهة الشرقية من شفاثة في المقاطعة الموسومة بمقاطعة الحساويين واليوم لا يرى الزائر لهذا الأثر سوى بعض الجدران الضخمة التي يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار وسمكها نحو مترين وعند القصر ثلاث سرديب أحدهما لا يزال حد اليوم في حالة جيدة نعم دير عين تمر دير عين التمر تقع عين التمر في منطقة استراتيجية تلتقي فيها في الطرق التجارية في البادية الغربية وهذا يعني إنها كانت ملتقى القوافل العربية فتحها خالد بن الوليد سنة 13 جرية أي سنة 634 ميادي والموقع الحالي جنوب غربي مدينة كربلاء الحالية وصلنا اليوم إلى آخر دير اللي هو دير الأقيصر الأقيصر طبعا الأقيصر هو تصغير لكلمة القصر القصر من المواقع الأثرية ومواضعها المهمة تأتي حاليا مدينة القصير الأثرية المسيحية التي تقع على مسافة 8 كيلومتر شمال حصن الأخيضر الأثري وعلى بعد 28 كيلومتر من كهوف الطار الشهيرة التي تقع في منتصف طريق كربلاء أين الطمر كشفت التنقيبات الجزئية التي أجريت في منطقة عن وجود كنيسة داخل سور المدينة وعدد من العمارات المهمة ومن المحتمل أن تكون بقايا مدرسة ومكتبة وغرف مستقلة قد تكون قلايات أو صوامع للرغبان وهو دير ضخم محصن بسور منيع يبلغ مساحته الكلية نحو 15 ألف متر مربع ضمن إحدى المدن التابعة لدولة المناظر في العراق وتشير الآثار والمباني إن مدينة المسيحية وقد نشأت في القرن الخامس أو السالس الميلادي وكانت المدينة تضم العديد من المقابر والكنائس والأبراج والمجمعات السكنية والأدرة وخزانات الكتب ووجد في الموضع كثيرا من الصلبان المرسومة على الفخار بالإضافة إلى كنيسة المدينة أو الدير الكبير كشفت التنقيبات عن وجود كنائس أو قبور وقد تكون الكنيسة التي حاصرها خالد بن الوليد فيذكر البلاذري بتوحي البلدان صفحة 244 و245 إن خالد ابن الوليد أتى إلى عين التمر وما هو حصنها وحاصر حصنها ولقي مقاومة عنيفة مما حمله على اقتحام الحصن وافتتاحه ويذكر الطبري صفحة 337 إن خالد وجد في كنيستهم أربعين غلام يتعلمون الإنجيل منهم نصير وهو أبو موسى موسى بن نصير الذي فتح بلاد الأندلس مع طارق بن زياد في العهد الأموي في تسعينات القرن الماضي زار وفد برئاسة البطريك روفائل بيداويت وزار القبور المسيحية وقد أصبحت هدفا أو عرضة للعابثين وكان الذي يدلهم على القبور آثاري مسلم فنصح وتوسل بالفطريك بإعادة هيكلة أو إعادة تجديد أو حماية هذه الآثار النفيسة التي كانت رمزا لمسيحيين الحيرة أو بشكل عام للعراق فالاهتمام أو للإهمال من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية الآن وفي هذه الأيام بالذات هذه الحوادث صارت قبل 30-40 سنة لكن بعد السقوط ازدادت طيني بلا إذ يقومون بنبش القبور وإخراج جرار الفخارية التي كانت تحتوي على كنوز من الذهب من الصلبان وسرقتها شكرا جزيلا ستاتروميل على هذه المعلومات القيمة التي انطلتنا إياها على أدهرة كربلا والنجف الحيرة سابقا كلمة خيرة لجمهور قناة القيامة نعم هناك لا عجب أو لا استغراب مما نشر عن ملك اللخميين مدينة انتشار المسيحية في تلك الديار وعن اهتمام المناظرة في بيوت العبادة فبنوا ديارهم في بادية الحيرة لكن بمرور الزمن اندثرت وتلاشت كأنها لم تكن موجودة ولم تظهر لها حتى الأطلال نتيجة الإهمال أو العبث سواء يكون التخيب ما نقول كلمة تخريب سواء يكون الإهمال متعمد أو منظم أو مدروس طبعا نتمنى انه يتم الحفاظ على البقية الباقية آمين نعم الآثار سواء تكون مسيحية أو غير مسيحية فهي آثار يجب المحافظة عليها لكونها مورد هام للزوار مستقبلا أكيد شكرا جزيلا استاذ رومي القية من كندا شكرا متابعينا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا شكرا لحسن المتابعة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة